حياكم الله بجهود دبلوماسية لتقليل الهوى بين بغداد وستوك هولما جهة دولية تحاول إطفاء فاتيل الأزمة العراقية السويدية والتي اندلعت أثر حرق نسخة من المصحف الشريف مرتين هذا الشهر رغم أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن عودة العلاقات إلى طبيعتها لن تحدث إلا بعد أن تقدم السويد على خطوات تمنع تكرار الفعل وتحاسب مرتكبها سلوان موميكا والمبادرة بخطوات أقلها الاعتذار عما حدث بشكل رسمي وخلال اجتماع تباحثي قال رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني للسفراء وممثلية البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي أن العراق حريص على نبذ خطاب الكراهية والتطرف والذي يتجسد بممارسات مسيئة لمقدسات ومعتقدات الشعوب ومنها حدثة الإساءة وتجاوز على قدسية القرآن الكريم والعلم العراقي إلى جانب تحقيق أمن وسلامة المقار الدبلوماسية تبقى لاتفاقية فيينا وزارة الخارجية السويدية دانت ببيان مكتوب قائلة لاستنكر الفضائع التي ارتكبت ونشعر بالقلق أزاء حرق القرآن وسفارة في بغداد والتي تعكس رغبة المتطرفين والمحرضين على خلق فجوة بين المسلمين وغير المسلمين في السويد وطبقا للنظام الداخلي الذي يسمح بالتجمعات العامة دون القبول بإهانة نسخة من القرآن أو أي كتاب ديني آخر السفراء الأوروبيون أكدوا استلمهم رسائل تطمين عراقية للمجتمع الأوروبي بأن حادثة حرق السفارة نتيجة الغضب الجماهيري لا يمكن أن تتكرر حتى مع وجود أصوات سياسية تدفع السلطات بالتركيز أكثر على جوهر المسألة وهو حرق المصحف الشريفة